هذا المنتخب هو منتخب مشرف هو منتخب محترم هو منتخب مشكور هو منتخب يستحق المكافآت هو منتخب يستحق التحية هو منتخب يستحق ان احنا كلنا نقف جنبه ما حدث اليوم هو كل العطاء كل الرجولة كل المسئولية ما حدش يقدر يلوم عليكم في حاجة حتى لو فيه حد ضيع حتى لو ما كانش فيه هجوم في الاول حتى لو فيه حد قرر انه يلعب دفاع شوية في الاول انما انتو تعبتوا انتو اجهبتوا انتو لعبتوا الاربع فرق وراء بعد اللي مرشحة للبطولة كذبتوا تلاتة واتغلبتوا من الربعة بدربات الجزاء اللي فيها الكثير من الحظ الكثير من التوفيق انا بقول لك بالنيابة عن كل المصريين وبالنيابة عن كل العالم العربي لان انتو النهاردة كنتوا بتمثلوا العرب والكرة العربية بقول لك هارد لك بقول لك كنتوا عظماء بقول لك عملتوا اللي عليكم بقول لك محدش بيلومك على حاجة اللي ضيع ضيع محدش بيلومك على حاجة اللي كون في وسط المطش كان قدامه جنينة يجبهم بدماغه محدش بيلومك على حاجة انتو عملتوا الواجب واكتر وشرفتونا واسعدتونا وبجد خلينا نقول كلمة حق محدش كان يتخال نحنا نوصل للدقيقة 120 في المباراة النهائية ناس كتير كانت في الاول بتقول ايه احكزوا لهم الطيارة عشان راجعين من اول ماتش انما الان تعود الطائرة وهي عليها افضل ابناء مصر الناس اللي لعبت بجد وباخلاص اللعيبة اللي ظهرت الاول مرة المغامرة بشباب صغير التعب والاندماج بين المحترفين العظماء زي النني زي صلاح زي تريزيجيه زي حجازي زي اللعيبة الكبار دي وبين الشباب الصغير زي عمر كمال وزي محمد عبد المنعب وزي الوينشو وزي الناس دي كلها كلهم كانوا اسرة الوحدة انا بقولك ينوش انت قدمت اوراق اعتمادك في قلوب المصريين ولكن اضطار 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 ان شاء الله ان شاء الله خلاص احنا عرفنا الحكاية وان شاء الله قدامنا شهرين اللعيبة دي تهدى اللعيبة دي ترتاح وتزبط نفسك تلعب شوية مباريات تجربية وتجهز وتلعب السنغال وانتا فرش فرش فرش